ونبقى في السياق ذاتي في إطالة الاحتفال باليوم العالمي للأطفال نظمت أمانة الدولة المكلفة بالرياضة بالشراكة مع بانك كاك يوما مخصصا للتفل وذلك أمام بانك كاك وجمع هذه المناسبة شخصيات رفعة من أبريزيا مدير الرياضة سيد أفشل علي وموظف بانك كاك وعلى رأسهم المدير العام سيد أحمد ديب وكذلك مدير عام الوكالة الوطنية لذولة احتياجات الخاصة وتجد الإشارة أيضا إلى أنه شارك في هذه المناسبة بطل ألعاب القوى الدولية السابقة سيد أحمد صالح وتم تقديم وعرض العديد من الأشدات من قبل الأطفال على الجمهور ولا سيما أنواعا من الرياضات كالتنس طاولة كما تم تكريم الفائزين في هذه المناسبة إن هذا المشهد المتكامل لكرنفال الأطفال واليافعين إنما أتى لترجمة توجيهات رئيس الجمهورية وسيدة جيبوتي الأولى للاهتمام بالطفل وذول الاحتياجات الخاصة نبارك للأخوة الفائزين والأخوة المشاركين ونشكر من دعم وأنجز وساهم في إنجاز هذا الكرنفال الكبير وعلى رأسهم الأخ بيش ممثلا بوزارة الرياضة وكمان نشكر الأخ دعالة رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدين اهتمامنا بالطفل سيستمر دائما وخصوصا في اليوم العالمي للطفل وإن شاء الله سيستمر هذا الكرنفال وسيستمر كعادة سنوية سيقدمها كاكبانك الدولي وفي هذا العام تم تقديم الدعم من خدمة كاكبي